بسم الله الرحمن الرحيم أعطيكم العافية والله مسيكم بالخير والشكر للمنظمين على هذه الندوة المهمة الاستراتيجية اللي جاء في التوقيت المناسب والعنوان المناسب فيما يتعلق بالدور الفلسطيني الشتات في عادة النظام أعتقد أننا نحتاج إلى محددات للموضوع حتى نؤثر على أي أساس نتكلم نحن نتكلم عن موضوع فلسطيني الشتات ضمن وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة المصير فبالدالي الدور تكاملي دون انتقاس من أي دور من الأدوار ومن يتكلم عن تفاضل في الأدوار وينتقس من أي شريحة من مشاريع مشاريع الشعب الفلسطيني فهو يؤدي إلى الاختلال في المعادلة الاستراتيجية لهدف الشعب الفلسطيني وهنا علينا أن نتفق أنه الهدف الرئيسي الاستراتيجي بالنسبة لنا استعادة الأرض كل الأرض ورجوع الشعب كل الشعب إلى فلسطين التاريخية وهنا نؤسس لهذا الموضوع وأي اختلال في معادلة وحدة الأرض والشعب والمصير والانتقاس منها هو يؤدي إلى اختلال وطني حقيقي وشارخ في المشروع الوطني الفلسطيني على هذا الأساس أؤسس للتكامل وخليه في خلفية كل المداخلة مع الشكر للمنظمين لإتاحة هذه الفرصة فدائما نرجع إلى هذا الموضوع ثم علينا أن نعرف المشروع الوطني الفلسطيني وهدفنا في ظل العنوان المطلوب مني لأنه دون أن نعرف الهدف هو في وجهة نظري تحرير الأرض كل الأرض ورجوع الشعب كل الشعب إلى فلسطين التاريخية هذا هدفنا المنشود ونؤسس عليه في هذا الموضوع وأي دور نريد أن نتكلم عنه داخل هذا العنوان يأتي في التكاملية للوصول لهذا العنوان عناصر الموضوع ضمن هذه المحددات التي تحدد الموضوع فلسطيني الشتات والنظام السياسي الفلسطيني والمدى الزمني الذي نلعب فيه اللي هو ما بعد غسله فهذا يؤثر لهذه المداخلة بهذا الموضوع تعريف النظام السياسي الفلسطيني المطلوب حسب الندوة علينا أن نحدد هدف النظام السياسي حتى نتكلم عن كيف نقول النظام الذي يخدم الهدف فالهدف في وجهة نظري الذي يجب أن نتفق عليه هو استعادة فلسطين كل فلسطين ورجوع الشعب كل الشعب إلى فلسطين التاريخية وهذا ما أتبناه في مطالعته في التعامل مع الفلسطين وأي مقاربة سياسية زمنية في هذا الموضوع في الخلفية الواضحة والصريحة هو هذا الذي يؤثر هذا الموضوع وهذا الذي نبحث عنه وبالتالي نتكلم عن مشروع التحرير وعودة اللاجئين الفلسطينيين هذا هدف الذي نبحث عليه كل اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ومدنهم العاصلية التي هجروا منها ويجب أن نخدم في مطالعتنا لدور فلسطيني الخارج هذا الهدف ضمن تكاملية العدوار وهذا محدد من المحددات التي نبحث عنه من ينتقس من أي شريحة دوراً في الماضي أو الحاضر أو المستقبل هو يخل في معادلة استراتيجية فلسطينية ويحرف البوصلة عن دورها وإذا اتفقت كل شراح الشعب الفلسطيني ضمن ضحية الأرض والشعب والمصير على تكاملية العدوار دون الانتقاس من أي دور ثاني نخطو خطوة متقدمة في مشروع التحيل أنا أؤسس في المطالعة فيما يتعلق بفلسطيني الخارج على تموضعهم ضمن هذا التعطير الذي نبحث عنه في هذا المجال وما ذهبت الثورة الفلسطينية في مسارها في انحراف بين قوسين في المسيرة إلا عندما انتقصت من دور أحدى شراح الشعب الفلسطيني على حساب شراح أخرى وتعظيم دورها والانتباه لهذا الموضوع فلسطيني الخارج يمثل فيما نعنون لصراع بأن الشعب طرد من أرضه وخلي بينه وبين الرجوع لأهلها فبالتالي موضوعة اللاجئين الفلسطينيين اللي هي بتمثل عنوان الفلسطيني الخارج هو الإطار السياسي لما نتكلم عنه فبالتالي أي هدف سياسي نتكامل عنه كمشروع فلسطيني الخارج هو حق العودة كعنوان رئيسي الذي يجب أن يكون هدف نمحور ونعطر كل عملنا بناء عليه حراقنا الاجتماعي حراقنا الاقتصادي وحراقنا السياسي والتفاعل بيننا فيما بيننا كفلسطينيين الخارج والتفاعل بيننا وبيننا فلسطينيين الداخل هذا التعطير مهم جدا في هذا الموضوع في السياق التاريخي بهذا الدور عندما نبحث عن الأدوار ضمن هذا الهدف لفلسطينيين الخارج وهو عودتهم كامل عودتهم إلى ديارهم ومدنهم التي هجروا منها عام 48 وهذا هو الهدف الذي أتبنى كهدف استراتيجي ويحتاج إلى برنامج سياسي يعطر وينفذ على الأرض ضمن تكاملية الأدوار وهذا الذي أحد الأطر التي نتكلم عنها في هذا المجال فأي نظام سياسي كما أريد مني في هذا الموضوع فترة ما بعد أوسلو عليه أن ينزل هذا الهدف الذي أتبناه ضمن مطالعاته على الأرض وأي نظام سياسي يخل بهذه المعادلة في تعريفه ونظام يجانب الصواب في التعريف الوطني الفلسطيني نحن نتكلم عن وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة المصير فبالتالي إنزال أي هذه المبادئ وتوزيع الأدوار ضمن هذه التكاملية هو عنوان مشروع التحرير كما أراه الذي سيعيد الشعب الفلسطيني إلى دياره ومدنه التي هجر منها عام 48 كيف نتعامل سياسيا على الأرض في التعريفات السياسية هذا موضوع آخر لا يعني ليس هنا مجال ذكره في هذا مجال ضمن هذا العنوان الكبير والهدف الكبير ومآلات الموضوع ضمن فلسطيني التي نرجو هنا يتموضع فلسطيني الخارج بدورهم المنشود وعلينا أن نضطرهم سياسيا في بناء النظام السياسي الفلسطيني ضمن هذا الدور التكامل للتنافسي توزيع الأدوار ضمن استرجاع الحقوق كاملة للشعب الفلسطيني وأعتقد إذا نجحنا في هذه المعادلة وجاء القاعد الذي ينظم هذا الدور بتكاملية دون انتقاص ودون تنافسية وهذا الذي إذا أحسننا الدور هذا أعتقد أننا نتقدم بشكل حقيقي في هذا الموضوع ضمن وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة المصير وبالتالي البرنامج الذي سيتعامل مع الثلاثية هذه بإتقان على الأرض ولا ينتقص منها هو برنامجنا التحرري الشامل الذي نبحث عنه والمقاربة التي نقيم فيها الأدوار في الماضي المقاربة التي اختل فيها الميزان في التعامل مع العنوين الأصيلة في هذا الموضوع وما إلى ذلك وأعتقد ضمن الجيوسياسة والعوامل المعثرة في القضية الفلسطينية ضمن ما أراه أن فلسطيني الخارج أو سمى كما أحب الراحل أحمد صدق الدجاني أن يسميها وأعتقد هو أول من أطلق قلمة فلسطيني الخارج وأحبذها وأنا أحبذها ضمن مدرسته على فلسطيني الشتات هو دورهم في مساحة الحركة مساحة التحرر من الأعباء السياسية والضغوط السياسية التي تؤثر على التحرك وعلى الكيان وعلى الفكر ولذلك أتبنى أن فلسطيني الخارج فلسطيني الشتات إن انسجمنا مع العنوان المطلوب هو دورهم استراتيجي وأساسي وتقدم ضمن تكاملية الأدوار لا ننسى المحددات البديدة في الأول هو الدور الذي يستطيع أن يحدث انقلاب في المعادلة لصالح استرجاع كل الحقوق في هذا المجال وإذا استرجعنا التاريخ ما قبل أوسلو كان هذا الدور الذي يستخدم المساحة الجغرافية تنوع الفرص التقاطع السياسي دائما وما أبدا لصالح الهدف الذي اتفقنا عليه في الأول والذي يريد أن يكون مؤمن وأمين لصالح الهدف هذا في هذا المجال واختلت معنى أوسلو لما التعريفات الأصيلة أصبحت في هذا المجال وأعتقد أننا في المعزق السياسي الفلسطيني وكلما التفقين فلسطيني الخارج هم الكفيل بدورهم في انفلاتهم من الضغوط لأنه ما في ضغوط عبر العالم وتنوع الفرص وتطور الإمكانات في أن يحدث فارق في المعادلة الوطنية الفلسطينية لصالح التقدم في مشروع الذي أتمنى مشروع التحرير ومشروع دحر الاحتلال في هذا المجال وإذا أردنا أن نقارب بالتاريخ السياسي القريب سنجد أن الثورة الفلسطينية الحديثة انطلقت وتأطرت سياسيا وأصبح لها فعل في الداخل ونظمت الداخل بشكل حقيقي دون تفاضل في الدور ودون تمايز في الدور بين الداخل والخارج إنما هي تكاملية الأدوار لصالح الهدف المنشود دحر الاحتلال وتحرير الأرض ورجوع الشعب الفلسطيني هذه الثلاثية التي أنا أضطر لها في هذا وفتها ضمن هذا الهدف الكبير وضمن تكاملية الأدوار يأتي دور الناظم السياسي وإحنا صار عندنا إشكال فيه الذي يلظم المعادلة والتعريفات التي نعمل الاختلال كان هناك وإذا رجعنا في مراحل الصحة لنضوج الفكر السياسي بممارسة صحيحة أو آخر الستينات أو آخر السبعينات انتظم الشعب الفلسطيني في حالة ثورية لصالح هدف مشترك لصالح برنامج مشترك لصالح إسقاطات على الأرض بالممارسة وعندما اختل هذا الميزان وبلشت في إعادة تعريف المعرف وعادة وتقسيم الكامل دخلنا في منزلق لم نخرج منه إلى الآن في هذا المسؤول فبالتالي وإحنا نتكلم عن وأمانا مع موضوع المطلوب في الندوة هذه النظام السياسي الفلسطيني علينا أن نحدد هدفه مساحات حركته الأدوار المطلوبة من الشعب الفلسطيني فبالتالي داخل هذا العنوان هناك التعريفات إذا اختلفنا على تفاصيلها ظلينا المسيرة وما إلى ذلك فأنا أتكلم ضمن مثالية مطلوبة سياسية للشعب الفلسطيني الذي يريد أن يحر أرضه وضمن ممارسات في الممرات اسمحوا لي المسموع فيها لصالح أن نكون عمينين مع الهدف الرئيسي فالواقعية السياسية بدأت تستحضر خلفية الهدف السياسي اللي إحنا ماشيين فيه وأنا أتبنى أن من هو متحرر من الضغوط بشكل شامل قادر على المناورة قادر على التحلل من أي ضغوطات بشكل أكبر ولذلك فلسطيني الخارج فلسطيني الشتات إن شئت أمانا مع هذا إذا أتقن استخدام دورهم ضمن توزع الجغرافيا ضمن تنوع عنظمة سياسية ضمن تنوع الخبرات ضمن تعاقب الأجيال نحتاج إلى مطالعة في مكونات القوة ومكومات القوة عند فلسطين الخارج لصالح مشروع التحرير الذي نبحث عنه في هذا المجال ودائما وابدا إذا أردت أن تؤثر لدور فلسطيني الشتات فلسطيني الخارج بدك تدرس مكامل القوة عندهم أداءهم السياسي الفرص المتاحة دورهم من المشروع كله مع عدم إخسال المؤثرات التي تؤثر عليهم المحلية والإقليمية ولكن من حيث كان الشتات نقطة سلبية أصبح نقطة إيجابية لأن يستعصوا على الهضم فمساحات الحركة والممرات السياسية التي يمكن أن يتحرق فيها فلسطيني الخارج فلسطيني الشتات قد تكون هي أحد النقاط التي يمكن أن تكون في مصير الشعب الفلسطيني لمشروع التحرير ضمن تكاملية الأدوار ضمن وحدة الهدف ووحدة المصير بهذا الدور واللاحظ في هذا المجال لما كانت الثورة الفلسطينية من 65 لغاية 93 تتعامل مع هذه الممرات وهذه الفرص كانت إمكانية المناورة إمكانية حقيقية وما إلى ذلك ولكن باتفاقنا على وحدة الهدف واختلت المعادلة بشكل انقلابي لما صار قوسلو وأصبحنا نتكلم عن تفاضلية الأدوار لا تكاملية الأدوار واصبحنا نتدى نعنين كل يبحث عن دوره ثم إهمال منظومة كاملة للشعب الفلسطيني وبالتالي أي مشروع تحرري مشروع استجاع الحقوق إذا أراد أن يغفل عن أي نقطة قوة للشعب الفلسطيني في هذا المجال ضمن مشروع تكاملي والكل يبحث عن نقاط قوته وتعزيزها وسد الثغرات في هذا الموضوع ولذلك فكرة أنه أنا مقتل للشعب الفلسطيني أن تأتي شريحة من شريح الشعب الفلسطيني مساحة وتقول هذا همي تجسيئ هم هو الذهاب إلى المصير المجهول للشعب الفلسطيني مع الاحترام لما هذا ولذلك المطالعة فيما سبق لفلسطيني الـ 48 يجب أن ينظر لأنفسهم نظر كل الفلسطيني الهدف الكل أي هدف تتكلم لذلك تعريف الهدف وتعريف عالياته بهذا الشكل تكاملية الأدوار لا تنفسية الأدوار هذا مهم في هذا الموضوع فلسطيني الخارج فلسطيني الشتات بهذا الدور أعتقد أنهم لهم دور استراتيجي محوري لا أريد أن أقول أساسي لأننا اتفقنا على تكاملية الدور في أن يكون هناك شيء من الممرات شيء من المتنفس في توزيع الفرص في هذا المجال وهذا مجال إسقاطوا على الأرض مجال كبير جدا جدا في هذا المجال فيما يتعلق في تنوع الفرص اتساح عمقها الفضاء الواسع السياسي الفضاء الواسع الاقتصادي الفضاء الواسع الثقافي الفضاء الواسع وتعاقب الأجيال وقوة الأجيال هذه والتحرر من عملية الضغط السياسي المحلي وما إلى ذلك يخلق فرص استراتيجية مهمة جدا للقضية الفلسطينية إذا أراد النظم السياسي أن يستثمرها ستكون معادلة انقلابية في استرجاع الحقوق وهذا الذي نفقده فيما يتعلق في النظم السياسي وهل إحنا ضمن التقاطعات السياسية التي صايرة والتجاذب قادرين أن نصل إلى هذه التكامل التي تبناها واضح أنه ضمن الجيوسياسة التي فيها هذا صعب إذن إحنا نتعامل بواقعية مع ربع الفرصة مع نصف الفرصة مع من يؤمن بكلية الهدف الفلسطيني وتكاملية الأدوار من أن يلعب دور مهم في هذه الشمولية إن شاءت إن سمحتم لي بالتسمية والتكاملية لأبناء الشعب الفلسطيني وشرائعه ضمن سد الثغرات ضمن إعطاء الفرص ضمن فتح المساحات هذا هو أعتقد أنه أحد عنوين الاستراتيجية لمشروع التحرير الفلسطيني في تكاملية الدور لا تنافسية الدور أو الانتقاص ونحن نوصل لمرحلة إلى الانتقاص للأدوار إلى التسخيف من الأدوار وهذا مقتل لمن أراد فلسطيني محررة منعتقة من الاحتلال دور الفلسطيني الخارج في هذا المجال أعتبر أنه ضمن محدد وحدة الأرض وحدة الشعب وحدة المصير وتوزيع الفرص أنه دور أساسي محوري في هذا المجال وأيضا يؤطر لمشروع سياسي فلسطيني يتعامل مع وحدة الأرض وحدة الشعب وحدة المصير فكل واحد يريد أن يتمحور كيف من هذه الشرائح كيف ممكن أنه يقوم بدوره باستحضار هذا الإطار ويكون أمين أو تكون أمينة مع هذا ويفعل أداءه السياسي احتراما وأمنة مع فلسطين التي نريدها والتي تكون محررة وإعطاء الفرص وعدم الانتقاص من الفرص لأنه هذا الانتقاص من الأدوار هو المقتل فيما يتعلق في الموضوع هذا هون ابتأتي عملية تمحور وتموضع دور فلسطيني الخارج ضمن مشروع التحرير الفلسطيني والتعامل معه ضمن الأمانة مع ما يريد إخواننا في الداخل ضمن هذا وسد الثغرات والتقييم الدائم فيما يتعلق في الموضوع هذا وأعتقد في آخر جملة أنه فلسطينيين الخارج مع الاحترام إذا أحسن استخدام دورهم بتنوع الفرص وتنوع الجغرافيا والعجيال الجديدة وتموضع الأدف هم الكفيل ضمن تحررهم نسبيا ضمن الجغرافيا العالمية من الضغوط السياسية هم الكفيل من الدخول للمستقبل الفلسطيني بأن يكونوا أمينين مع الكل الفلسطيني مع وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة المصير والفرص في هذا المجال كبيرة جدا أختم بالقول فيما يتعلق بهذا الدور أنا معني بثلاثة عنوين عضوية معها المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج والمبادرة فلسطينية أوروبا العام الوطني والمجلس الفلسطيني الأوروبية العناقات السياسية الثلاث مبادرات وحدوية لأنه في محددات لهذا الدور يتعرف الكل الفلسطيني على بعضه أدعي أنه هذه التجربة يعني قفزت فوق النوذة الفلسطيني لصالح أن ينصهر في بوتقة لمشروع وطني وتعرفنا أهم حاجة في العنصر في الموضوع هذا التعارف والتلاقي وتبادل الفرص وتكاملية الفرص في هذا المجال شكرا أشكرا ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى